الحاجة الأخيرة بقى اللي أنا عاوز أتكلم عليها هتقول أنت أهداء وبقى عاوز صية النادي الأهل والله العظيم ثلاثة أبدا أنا نمر واحد بحب البلد دي وعايز مصر يتبقى أحسن دولة في الدنيا وعاوز الأندية المصرية يتبقى أحسن أندية وعاوز منتخب مصر يكسر العالم ويروح كاس عالم ويروح كاس القراط ويأخذ الأوبة أفريقية ويكسر الدنيا كلها لكن اللي أنا عاوز أقوله النادي الأهل النادي الاهلي يا جماعة منظومة عارفين يعني ايه منظومة منظومة متكافأة في كل شيء النادي الاهلي بقى مصدر السعادة الوقت للشعب المصري انتوا شفتوا الفرحة للمصريين كلها فرحتها بعد في كاس العالم للأندية وفاز بالمديلية البرونزية طيب يعني انا عايز اقول لكم دي منظومة والمنظومة دي على ضوءها اتحققت كل النتائج دي في رئيس مجلس دارة في مع مجلس ادارة في كل واحد عارف هو فين وجاي منين وبيتكلم في ايه مش اي واحد بيطلع ام متحدث بيطلع يتكلم او لا فليه والله العظيم انا بقولها ما بقللش من اي حد ولا من اي قندية تانية ليه ما ناخدش النادي الاهلي خدوة وعلى ضوء المؤسسة اللي النادي الاهلي ماشي بيها كله يعمل زي النادي الاهلي بقول لكم هنروح في حتة تانية وهو النادي الاهلي بيع sociale يعمل ايه ما عندوش استثناءات وهذه الدين اللي بنا يعانى الاستثناء بقولك بلاش ديه طب ما علش عشان خطر ماشيها ما ينفعش النادي الاهلي ماشي على لين لا بيجي شماله ولا بيجي مين لحد اخره بيوصل عشان كده انا بطلب من الاندية والله العظيم معيب شوفوا النادي الاهلي ماشي ازاي النادي الاهلي بقولوكم مصدر السعادة للكرة المصرية طبعا بعد منتخبنا القومي بس هو اللي بيسعدنا وشوفوا اللعيبة انا بشفق على اللعبين اللعبة النادي الاهلي من كاس العالم الاندية اللي هنا وبعدين نرجع تاني يخش بطولة افريقيا وبعدين نرجع تاني مش عارف فيه ايه يا جماعة لان ما فيش تنصيق بين الاتحاد الدولي وانا مكن لتها في اكتر من حلقة ما فيش تنصيق بين الاتحاد الدولي اللي هو مسؤول المنظومة الوحيدة عن كورة الخدم في العالم كلها وبين الاتحاد الافريقي اللي هو الكاف اللي بينظم البطولات يا جماعة هتيجوا في فترة وفترة انتو عاوزين تعملوا فلوس للمفيش بعد كده يعملوا فلوس بس مش على حساب اللاعبين انه اللاعبين مفيش وقت ان اللاعب عنده تريع بيخرج من هنا يعني خلص المباراة بيخش بعدها على افريقيا بطولة ابطال الدوري وبعدين يخلص يرجع تاني وبعدين يطلع يسافر وبعدين ييجي هو في ايه وكل تلات ايام مباراة بالنسبة في الدوري اللي عامل مصر والناس لاجنة الربط الاندية معزورة لان عاوزة تعمل مسابقة ومصابقة محترمة عشان هي ديت اللي بتطلع معزم اللاعبين وانا بقول لكم ان محمد عامل مطلع من المنظومة دي ويتدي مساحة وقماشة كبيرة للمدير الفني ان يختار لعيبة ويجيب لعيبة لمنتخبنا القوم فعشان كده انا بقول خدوا النادي الاهل قدوا مش قدوا ان انا بتريع الاندية استغفر الله العظيم يا رب او اي حاجة لا خدوا النادي الاهل مؤسسة شوفوها ماشي ازاي خدوا اللوايع خدوا النظم بتاعت وخدوا الكلام ده كله مش عيب احنا كلنا بنتعلم وهنفضل نتعلم لحد ما يموت عشان كده انا بقول للنادي الاهلي ومجد صدارته يعني كترخيركم بس احنا لسه مستنيين منكم كتير قوي احنا مستنيين منكم كتير قوي لان جمهور النادي الاهلي على طول زمانتوا عارفين متعطش بخلص بطولها بيدور في البطولة اللي بعدها بشيقولك لاك كفاية بقى كده رايح سأنا لا مجدور النادي الاهلي ده حاجة تانية خالص فباحترامي كل الجماهير للاندي المصرية فعشان كده انا بقول للاندي المصرية بصوا على النادي الاهلي ماشي ازاي ونبقى زايا بس شكتر والاقل يعني